بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان المتراجحات مضاعفة التربيع لثانية ثانية وأنصح به شعبات العلم التجريبية أو التقني الرياضي والرياضي حيث قال حل في أير المتراجحتين التاليتين X قوة 4 ناقص 13X مربع زائد 36 أكبر أو يساوي 0 هذه المتراجحة واحد المتراجحة الثانية هي X قوة 4 ناقص 13X مربع زائد 36 أقل تماما من الصفر إذن لننطلق على بركة الله في الشرحة المفسدة إذن ننطلق في الحل إذن نكتب هنا حل المتراجحتين التالية لاحظوا جيدا وانتبهوا هنا في العبارة لهما نفس العبارة لكن هنا الاتجاه لاحظوا أكبر أو يسوي صفر وهنا أقلت من الصفر أولا ماذا نقول؟ نقول لحل المتراجحة من؟ المتراجحة واحد ندرس دائما لحل المتراجحة ندرس إشارة من؟ X قوة 4 ناقص 13X هكذا إذن X X ثم زائد 36 إذن قلت ندرس X قوة 4 ناقص 13X مربع زائد 36 هذه ندرس إشارتها ونعين جدول الإشارة بعدها يسهل علينا يا أبنائي ماذا؟ إيجاد الهلو لكن هذه تظهر سميناهم وتراجحة مضاعفة التربيع معناه هنا أربعة وهنا إثنان إذن نقول نضع T ماذا يسوي؟ يسوي لنا X مربع لاحظوا وانتبهوا معي T يسوي لنا X مربع فماذا ينتج؟ ينتج لنا أن T مربع ناقص 13 T زائد 36 يقول أحدكم لماذا؟ لأن هنا نضع T يعني كل X مربع نضع فيه T تسبيحينا هنا T وهنا T مربع لماذا؟ لأن هذه قوة أربعة في الأصل هي هكذا هي X هكذا مربع الكل مربع قوة القوة تسوي جدا قوتها تعطينا قوة أربعة إذن ندرس هذه العبارة ندرس لها إشارة فنحسب مباشرة مميز الذي يسوينا B مربع ناقص أربعة في A في C ألبي هو العدد المضروب في أفئة T تسبيحينا 169 ناقص أربعة في A هو العدد المضروب في T مربع في C اللي هو 36 بعد الحساب سوف نجد 25 تسبيحينا قيمة مجابة تسبيحينا لهذه العبارة جذرين نقول إذن لاحظوا جيدا للعبارة ليس للمعادلة للعبارة T مربع ناقص 13T زائد 36 ماذا يوجد لها؟ جذران متمائزان لا نقول حلان لأنها ليست معادلة ركزوا جيدا يصبح لنا T1 يصبح لنا ناقص B ناقص جذر دالتا على 2A الB هو ناقص 13 مع ناقص بحلنا 13 ناقص جذر دالتا إذن جذر دالتا هنا كم يصبح لنا 5 ناقص 5 على 2A الواحد نصبح لنا كم 8 على 2 إنها الأربعة نصبح لنا T2 نفس الشيء ناقص بزائد جذر دالتا على 2A يصبح يسوينا ناقص 13 مع ناقص تصبح لنا 13 زائد 5 على 2 في A التي هي 18 على 2 إنها 9 الآن بعدما وجدنا القيم سوف نأتي بهذه القيمة ونضعها هنا فماذا نقول؟ إذا كان عندنا T يساوينا 4 فماذا يعني؟ يعني أن 4 تساوينا X مربع أي أن X يساوينا جذر 4 لهو 2 أو X يساوينا ناقص جذر 4 لهو ناقص 2 ناقص قل جذر 4 لهو ناقص 2 عندنا كذلك T إذا أخذ القيمة 9 فماذا ينتج؟ ينتج أنها تساوينا ماذا؟ X مربع أي أنه يصبح أن X يساوينا جذر 9 لهو 3 أو X يساوينا ناقص جذر 9 لهو ناقص 3 الآن كم يوجد لنا من جذر لهذه العبارة؟ ركزوا جيدا عدنا هنا إلى تبديل المتغير وقلنا إذا كان T4 نضعه هنا 4 يصبح X مربع يساوي 4 معنى X يساوي 2 أو ناقص 2 ثم وجدنا القيمة الأخرى التي هي T يساوينا 9 وضعناه هنا فأصبحت X مربع يساوي 9 معنى X يساوينا ناقص 9 يساوينا ناقص 3 ثم بعدها أبناء نعين شيء اسمه جدول الإشارة هو الذي يلخص لنا كل هذه الأشياء فلنتابع جيدا إذن تعالوا نقوم بتعيين جدول الإشارة لاحظوا عندنا هذا الأول والثاني والثالث والجدى لكن ركزوا ما أرجوكم حتى لا تخلط عليكم الأمور لاحظوا ثم عندنا من هنا نلاحظ ونضع جدول هكذا وسوف تلاحظون ماذا سوف يحدث إذن عندنا X من ناقص ملا نهاية إلى غاية زائد ملا نهاية عندنا الآن نأتي إلى تحليل العبارة هذه اللي هي X هو أربعة ناقص ثلاثة عشر X مربع زائد ستة وثلاثون ماذا تساوي يا أبنائي هنا ننتبه هي في الأصل ماذا تساوي تصبح تساوي أن X ناقص إثنان في X زائد إثنان في X ناقص ثلاثة في X زائد ثلاثة يقول أحدكم لم أفهم لأن تقول القاعدة إذا وجدت جذور للعبارة دائما نقول X ناقص الجذر الأول زائد في X ناقص الجذر الثاني في X ناقص الجذر الثالث في X ناقص الجذر الرابع معنا تصبح لأنا X X ناقص ناقص X 3 X X 3 X 3 هذا ماذا يعطي لنا أليس هذه المتطابقة الشهرة A B e . يصبح مربع mربع الثاني والثانية كذلك سنعينا مربع الأول X مربع ناقص 9 يقول أحدكم لم أفهم A ناقص B في A زي B سنعينا هذا مربع ناقص هذا مربع ناقص 2 مربع وهي 4 ثم هذا في X ناقص 3 في X زي 3 سنعينا مربع الأول X مربع ناقص مربع 2 وناقص 9 الآن نضعهم هنا سنعينا X مربع ناقص 4 أين تنعدم عند الناقص 2 وال2 نضع رمز الان ايدام هكذا ورمز الان ايدام ثم ننزل مباشرة ونعود نكتب هنا كذلك مرة أخرى هكذا عندنا عبارة هنا العدد المضروف في الـ x مربع كيف هو زائد موجب نقول هنا نفس وهنا نفس دقيق وأرجوكم إذا قلت هنا نقول نفس وهنا نفس وهنا ماذا وهنا عكس ثم نأتي إلى الجزء الآخر وهو x مربع ناقص 9 أين ينعدم؟ ينعدم عند الناقص 3 وعند ماذا وعند 3 فينزل هكذا ثم يكمل سيره إلى هذا المكان ثم ينزل هكذا ثم يكمل سيره إلى هذا المكان عندنا وجد هنا عندنا زائد هذا لا دخل له فيه وهذا لا دخل له لماذا؟ لأن هذا السطر خاص بـ x مربع ناقص 4 الآن نأتي إلى هذا السطر لاحظوا أن ها هو العدد المضروف في الـ x مربع كيف هو؟ موجب إذن خارج مجال جذرين نفس وداخل مجال جذرين عكس الآن ثم نأتي إلى العبارة التي هي بحوزة نريد أن نعرف إشارتها إذا جئنا بهذه العبارة ها هي العبارة دقيقوا إذا وضعناها في هذا الموضع التي هي هذه التي ندرسها عندنا نأتي إلى حرب الإشارات الزائد في الزائد تعطي لنا زائد الزائد في الناقص تعطي لنا ناقص الناقص في الناقص زائد والزائد في الناقص ناقص والزائد في الزائد زائد لاحظوا الآن عرف السبب الآن تقول الحكمة إذا عرف السبب بطل العجب الآن الأمور سوف تصبح جد جد بسيطة ننتبه فقط سوف نأخذ هذا الجدول وهذان المتراجحتان وسوف تلاحظون بأم عينكم كيف نستنتج الحلول بطريقة بسيطة لاحظوا إذن حلول المتراجحة ماذا؟ واحد هي المتراجحة واحدة على ماذا تبحث على القيم الأكبر من الصف ها هي إشارة زائد وها هي إشارة زائد وها هي إشارة زائد بعدها من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا وتصبح لنا as يساوي من ناقص ما لا نهاية إلى الناقص ثلاثة مغلق لأن أكبر أو يساوي اتحاد من الناقص إثنان إلى الإثنان مغلق اتحاد من الثلاثة إلى غاية ساعد ما لا نهاية الآن حلول المتراجحة إثنان هي ما هي المتراجحة الإثنان؟ لاحظوا هي المتراجحة إثنان لاحظوا تبحث عن قيم سالبة قيم سالبة ها هو السالب وها هو السالب أين يكون من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا لكن لا ننسى المجال يكون مفتوح لأنه أقل تماما من الصفر فيصبح أن S فتحة يسعي أنه ماذا؟ من ناقص ثلاثة إلى الناقص اثنان مفتوح اتحاد من الاثنان مفتوح إلى الثلاثة هذه هي حلول هاتان المتراجحتان المتعاكستان في الاتجاه هذه أكبر أو يسعي فتبحث عن الزائد والزائد والزائد وهذه أقل تماما يعني المجال مفتوح تبحث عن الناقص الناقص ها هو والناقص ها هو فقط أبنائي وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا باستحى والعافية والترحم على روح أم الطاهرة كما أعلمكم أن هذا الفيديو هو رقم 2400 فيديو على اليوتيوب وهي في سبيل الله كما أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته